الجامعة الافتراضية السورية مبادئ الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور أسامة الحموي تقدمت مبادر الضوء بصوت محمد هشام دياب سيغطي هذا التسجيل من صفحة 155 وحتى صفحة 165 من الوحدة التعليمية الثالثة وما زلنا في المذاهب الفقهية وسنتكلم اليوم عن مذهبين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي المذهب الشافعي أولا مؤسس المذهب هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ولد بغزة بالشام عام 150 للهجرة وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة وبعد سنتين من ميلاده خرجت به أمه من غزة إلى مكة موطن آبائه فنشأ يتيما في حجر أمه وكانت أمه من العابدات القانتات وحفظ القرآن في مكة وهو ابن سبع سنين وحفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين ثم خرج إلى البادية إلى قبيلة هذيل وكانوا من أفصح العرب وحفظ كثيرا من أشعارهم ولازمهم عشر سنين ثم عاد إلى مكة بعد أن بلغ من الفصاحة والأدب مبلغا عظيما ثم تلقى العلم عن شيوخ مكة وعلمائها وكان قد تفقها على شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وبرع الشافعي في الحديث والفقه والعربية حتى أذن له الإفتاء وهو ابن خمس عشر سنة وصار معلما في الحرم المكي ثم رحل بعد ذلك إلى الإمام مالك في المدينة فقرأ عليه الموطأ وأقام في المدينة حتى توفي مالك سنة 179 للهجرة وكان عمر الشافعي 29 سنة ثم رحل الإمام الشافعي إلى العراق واطلع على فقه أبي حنيفة وقرأ كتب الإمام محمد بن الحسن وتلقاها عليه وبذلك اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق وكانت للشافعي مناظرات مع محمد بن الحسن ثم عاد إلى مكة ووضع كتابه الرسالة في أصول الفقه ثم رحل ثانية إلى بغداد وهناك التقى به أحمد بن حنبل وأخذ عنه وتردد على مجلسه كبار العلماء وتأثروا بمذهبه حتى قال عنه أحمد بن حنبل كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فانظر هل لهذين من خالف أو عوض حتى لقوه العلماء في عصره بإمام السنة وناصر الحديث وكان الشافعي قد وضع كتابه الحجة في العراق الذي بيّن فيه مذهبه القديم ثم عاد الشافعي إلى مكة يعلم الناس وينشر علمه ومذهبه ثم رحل من مكة إلى مصر في آخر المطاف من عمره فتغير اجتهاده بسبب اطلاعه على أحاديث وأراء فقهية جديدة ورؤيته أعرافا وغايرة لما عرفه في الحجاس والعراق فوضع مذهبه الجديد وأملى كتابه الأم على تلاميذه ونقله عنه تلميذه الربيع بن سليمان المرادي ثم توفي الشافعي سنة 204 للهجرة ودفن في حي القرافة في الجنوب الشرقي من القاهرة وكتب هذا الحديث على قبة ضريحه عالم قريش يملأ طباق الأرض علمه ثانيا أصول استنباط عند الشافعي رتب الإمام الشافعي أدلة الأحكام التي كان يعتمد عليها على خمس مراتب المرتبة الأولى القرآن والسنة والإمام الشافعي جعل السنة في مرتبة القرآن من حيث كونها شارحة ومبينة للقرآن ومفصلة لمجمله المرتبة الثانية الإجماع إذا لم يوجد نص في القرآن والسنة وكان يقصد بالإجماع اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من العصور ولا يعتبر الشافعي الإجماع السكوتي حجة ولا إجماع أهل المدينة المرتبة الثالثة كان يأخذ بقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف ولا يخرج عن أقوال الصحابة إلى غيرها المرتبة الرابعة إذا اختلف الصحابة فكان يأخذ بقول الصحابي الأقرب للقرآن والسنة والقياس المرتبة الخامسة كان يأخذ بالقياس على ما ثبت حكمه في القرآن والسنة والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم قال الشافعي في كتابه الرسالة ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وضعت من القياس عليها ولا يشترط الإمام الشافعي في السنة ما اشترطه أبو حنيفة من شهرة الحديث إذا عمّت به البلوى ولا غير ذلك ولا ما اشترطه الإمام مالك من عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة وإنما يشترط الصحة والاتصال فقط وقد أثبت الشافعي حجية خبر الواحد ودافع عنه في مواضع كثيرة من كتبه وفي مناظراته حتى لقب بناصر السنة وكان الشافعي لا يعمل بالحديث المرسل إلا إذا كان من مراسل كبار التابعين كسعيد بن المسيب أو يؤيده مسند في معناه أو يوافقه مرسل مقبول عند أهل العلم أو يؤيده قول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم أما بالنسبة لعمل بالاستحسان الذي قال به المالكية والحنفية فقد أنكره الإمام الشافعي وقال الاستحسان تلذذ وقال من استحسن فقد شرع وقال من استحسن فقد شرع ووضع الشافعي كتابا سماه ابطال الاستحسان إلا أنه لدى استقراء فقه الشافعي وجد العلماء أن الشافعي قد عمل بالاستحسان بمعناه الذي قصده المالكية والحنفية فقد قال الشافعي أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين ذرهما وقال أستحسن في الشفعة ثلاثة أيام وإنما قصد برده للاستحسان هو الاستحسان بمعناه اللغوي أي الاستحسان بالعقل المحب والتشهي بالهوى وهو لا يعمل به أحد وقد عمل الشافعي بالعرف الصحيح الذي لا يخالف نصا أو أصلا شرعيا والعرف أحد الأصول التي بنى الشافعي عليها مذابة كما قال الشافعي بحجية الاستصحاب وعمل به وهو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي لعدم قيام الدليل على تغييره في حين لم يعمل الشافعي بسد ذرائع ولم يقل بحجيته فصحح لأجل ذلك بيوع العينة المتخذة جسرا إلى الربا وصحح نكاح التحليل وبيع العنب لعاصره خمرا وترك أمر النية والباعث الخبيث إلى الله تعالى يحاسب عليه فاعله ثالثا أشهر تلاميذ الشافعي وأهم كتبه كان من الطبيعي أن يكون عدد تلاميذ الشافعي كثيرين لأن مذهبه أكثر المذاهب امتشارا ولكثرة تنقله في البلاد ولم يحظ أحد من الأئمة بمثل ما حظي به الشافعي من أصحاب وروات وتلاميذ في مكة وبغداد ومصر ومن أشهر تلاميذته في بغداد الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو علي الحسن الصباح الزعفراني القارئي كان عارما باللغة وراوي كتب الشافعي القديمة وأبو علي الحسين بن علي الكرابيسي أجازه الشافعي بقراءة كتب الزعفراني وكان نظارا جدلية ومن أشهر تلاميذته في مصر واحد أبو يعقوب يوسف بن يحيا البويطي الذي استخلفه الشافعي في حلقته توفي عام 231 للهجرة وقال عنه الشافعي ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيا وليس أحد من أصحابي أعلم منه إثنان إسماعيل بن يحيا المزاني أبو إبراهيم كان فقيها جدلي قوي الحجة له في المذهب الشافعي كتب كثيرة منها المختصر الكبير والمختصر الصغير والترغيب في العلم قال عنه الشافعي المزاني ناصر مذهبي كانت وفاته في سنة 264 للهجرة 3- الربيع بن سليمان المرادي المؤذن في جامع الفستاط راوي كتب الشافعي وصاحبه طويلا وعن طريقه وصل إلينا كتاب الرسالة والأم وغيرهما من كتب الشافعي وكانت تقدم روايته عن الإمام على رواية المزاني إن تعارضا لشدة الثقة بما يرويه عن إمامه توفي سنة 270 للهجرة 4- الربيع بن سليمان بن داود الجيزي كان فقيها صالحا لكنه لم يروي عن الشافعي كتبا قال النموي أعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب فالمراد به المرادي وإن أرادوا الجيزي قيدوه بالجيزي ويقال للمرادي راوية الشافعي توفي سنة 256 للهجرة 5- إبراهيم بن خالد الكلبي نقل مذهب الشافعي القديم في العراق وله بعض الآراء المستقلة والتي خالف فيها جمهور الفقهاء كتقديمه الوصية على الدين في توزيع التاركة توفي سنة 246 للهجرة 6- حرملة بن يحيى بن حرملة روى عن الشافعي ما لم يروه الربيع مثل كتاب الشروط وكتاب السنن توفي سنة 266 للهجرة وأهم كتب الشافعي 1- الرسالة في أصول الفقه 2- الأم ويشمل أبواب الفقه كلها وضمنه الشافعي مذهبه الجديد 3- جماع العن وهو انتصار للسنة والعمل بها 4- ابطال الاستحسان الذي رد فيه على فقهاء الحنفية عملهم بالاستحسان 5- اختلاف مالك والشافعي فيما يتعلق بالسنة 6- الرد على محمد بن الحسن المذهب الحنبلي أولاً مؤسس المذهب هو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ولد في مدينة بغداد سنة 164 للهجرة نشأ الإمام أحمد في بغداد نشأته الأولى حيث كانت مدينة العن وكانت تزخر بالعلماء وبجميع أنواع المعارف والعلوم لأنها كانت عاصمة الخلافة آنذاك وقد توجه منذ نشأته وهو صغير إلى العن فحافظ القرآن وظهرت عليه علامات الذكاء والاستقامة والورع في الدين واشتهر بالصبر والجد والدأب في العمل واحتمال المكاره فظهرت عليه علامات الرجال وهو في سن الصبا لكونه تربى يتيماً معتمداً على نفسه وقد لفت نظر العلماء ما يحمله من صفات جليلة حتى قال فيه الهيثم بن جميل إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه وقد اتجه الإمام أحمد إلى العلم بكليته واختار مسلك أهل الحديث وكان أول من كتب عنه الحديث أبو يوسف صاحب أبي حنيفة واطلع الإمام أحمد على فقه مدرسة الرأي في العراق ومسلكهم في الاعتماد على الاجتهاد والفتوى والقضاء وكان دراسته لهذا الفقه دراسة المتفحص واضعاً نصب عينيه من تهى إليه من علم الحديث إلى أن اختار طريق السلف من الصحابة والتابعين في الاجتهاد والفتوى ورضي مسلكهم واكتفى به فيما أنتجه من الفقه وقد جمع أحمد بن حبل الحديث من علماء الأمصار الإسلامية كلها في العراق والحجاز والشام ودونها في وقت اشتهر العلماء في الرحلة العلمية لأخذ العلوم وخصوصاً علم الحديث وقد التقى الإمام أحمد في إحدى رحلاته إلى الحجاز بالإمام الشافعي فأخذ عنه الفقه وأصوله في الاستنباط كما التقى بالشافعي مرة أخرى لما رحل الشافعي إلى بغداد والتقى بسهثيان بن عيينة في مكة وروا عنه كما التقى بعبد الرزاق بن همام في صنعاء وأخذ الحديث عنه وقد استمر أحمد في طلب الحديث من الأقاليم الإسلامية حتى بلغ مرتبة الإمامة في هذا العلم وقد اعتمد أحمد بن حمد في طلبه للحديث والعلم على التدوين ولم يكتف بالحفظ فكان يحفظ الأحاديث ولكنه إذا حدث لا يحدث إلا من كتاب ورعا والواقع أن الإمام أحمد كان يهتم بالحديث وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم مع فتاوى الصحابة واجتهاداتهم فكان يجمع كل ذلك ويحفظه مع الفهم وكان أحمد يمتاز بصفة الإخلاص وينفر من الشهرة ويتجنب الرياء قال عنه يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صحبته خمسين سنة مفتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير وكان أحمد متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في استنباط الأحكام وكان حريصا على أن لا يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفاه لك وإذا لم يجد في المسألة المعروضة عليه حديثا ولا قولا أو أثرا للصحابة اجتهد في حكم المسألة ولكنه لم يكن يخرج من منهاج من سبقه من السلف وجلس أحمد بعد ذلك للتحديث والفتيا وكان ذلك لما بلغ أربعين سنة وقد امتنع الإمام أحمد عن الجلوس التحديث والفتيا قبل هذا السن ولعل سبب في ذلك اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في الأربعين وبلغ رسالة ربه بعد هذا السن وهكذا أصبح الإمام أحمد إماما في السنة وإماما في العلم والفقه وإماما في الزهد والصبر على البلاء بعد من تحن في قضية خلق القرآن وكان الإمام أحمد قد اشتهر بالورع وكان ورعه الشديد يمنعه من السير وراء اجتهاده إلى أقصى مداه ولذلك غلب عليه التمسك بالنصوص والآثار وغلب عليه نزعة الحديث ولكنه مع ذلك كان صاحب مذهب واجتهاد فجاء فقهه فقها أثرية لأنه كان يعتمد على النصوص وآراء الصحابة ويقف كثيرا عند فتاويهم وأقوالهم ولا يتعداها إلى سواها عندما توجد لشدة تتبعه للآثار فكان فقه ثمرة ناضجة لدراسة السنة وتتبع أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأقضية الصحابة وآثارهم والتابعين وفتاويهم قال عنه الإمام الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقها ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد وتوفي أحمد في ربيع للأول 12 ليلة منه سنة 241 للهجرة وكان من أعظم شيوخه تأثيرا فيه هشيم بن بشير بن أبي حازم حيث لازمه نحو أربع سنوات عندما كان أحمد في السادسة عشرة من عمره فأخذ عنه الحديث وروا عنه وتأثر به تأثيرا كبيرا وكان له هشيم من الأثر الأكبر في اتجاه أحمد للحديث وكان يحفظ عنه كل شيء وكان هشيم بن بشير قد تلقى الحديث على أيدي بعض التابعين كالزهري وكان على دراية وعلم بآثار بعض كبار فقهاء الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وكانت قد آلت إليه حلقة التدريس في بغداد وقد أخذ أحمد الفقه عن الإمام الشافعي بعد وفاة شيخه هشيم حيث اتقى به في أثناء حجة إلى بيت الله الحرام فأعجب به أشد الإعجاب وقد قال أحمد لصحبه إن فاتنا علم هذا الرجل فلن نعوضه إلى يوم القيامة وكان إعجابه بعق الشافعي الفقهي وبطريقته في استضباط الأحكام والأصول التي كان يتبعها في ذلك ويعد الإمام الشافعي الرجل الثاني الذي كان له عميق الأثر في شخصية أحمد العلمية وخصوصا من الناحية الفقهية وأصول استنباط الأحكام حيث كان يعد الشافعي الموجه الثاني لأحمد بن حنبل حيث وجهه إلى أصول استنباط والمقاييس وقد أخذ أحمد الحديث أول ما أخذه على يد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وسمع أحمد في اليمن من عبد الرزاق بن همام وأخذ عنه وروا عنه أيضا كما درس على عبد الله بن المبارك ولقد كان لرحلاته العلمية كبير الأثر في تكوين شخصيته العلمية وإنضاجها من خلال الذين التقى بهم من الشيوخ حيث أخذ عنهم الكثير من السنن والآثار فكان لذلك الفضل العظيم الذي أوصل أحمد إلى هذا القدر من العلم وكتابه المسند في الحديث مشهور ويدل على سعة اطلاعه بالحديث ثانيا أصول المذهب الحنبلي في الاستنباط ذكر ابن القيم الأصول التي بنى الإمام أحمد مذهبه وفتاويه عليها وهي خمسة أولها النصوص فإذا وجد النصوص أفتى بموجبها وهذا بالاتفاق بين المجتهدين الأصل الثاني فتاوى الصحابة فيما لا خلاف فيه بينهم الأصل الثاني فتاوى الصحابة فيما لا خلاف فيه بينهم يقضي به ويفتي بموجبه إذا لم يجد نصا الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة فإنه كان يتخير من فتاويهم أو أقوالهم ما كان أقربها إلى القرآن والسنة ولكنه لا يخرج عن فتاويهم وأقوالهم فإن لم يوافق أحد أقوال الصحابة فإنه كان يروي الخلافة دون ترجيح الأصل الرابع الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يوجد في الباب شيء يدفعه وكان يقدمه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الحديث الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم والسنة عند الإمام أحمد تشمل الحديث المتواتر والصحيح وفتوى الصحابي والمرسل والحديث الضعيف الأصل الخامس القياس حيث كان يلجأ ليه للضرورة عند عدم وجود نص في المسألة ولا قول للصحابة ولا أثر مرسل أو ضعيف فأصول الاستنباط عند أحمد رحمه الله هي الكتاب والسنة وفتوى الصحابي والقياس وقد أضاف العلماء بالاستقراء إلى هذه الأصول عند أحمد الاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الزراع والأصل الشرعي الذي يأخذ به أحمد هو إبقاء المعاملات على أصل الإباحة والعفو ما لم يرد دليل من الشارع على عكس ذلك هو الذي جعل من هذا المذهب أوسع المذاهب الفقهية في الحرية التعاقد وكان سببا في توسعتي على الناس نتيجة لذلك ولقد كان الأخذ بالاستصحاب وبالمصلحة والفتوى بمقتضاها عند عدم وجود النص أو الأثر وكذلك العمل بأصل سد الزراعي وإعطاء الوسائل حكم الغايات سببا في اتساع هذا المذهب بالرغم من اعتماده على المصوص والآثار في الدرجة الأولى والإمام أحمد يعتبر السنة في مرتبة القرآن لكونها شارحة ومبينة ومفصلة له ويرى عدم وجود تعارض بين ظاهر القرآن والسنة إذ السنة مبينة وشارحة للقرآن وهي الحاكم والمفسر لما سدل عليه من الأحكام وقد أخذ العلماء بأحاديث الآحادي في العمل دون الاعتقاد ولكن الإمام أحمد خالفهم في ذلك فكان يقبل أحاديث الآحادي في الاعتقاد ولا يقتصر في الأخذ بها على العمل ولعل ذلك راجع لفرط وراعه وتمسكه بالسنة فكان لذلك يؤمن بكل ما جاءت به كما يؤمن بما جاء في القرآن فلم يفرق في الأخذ بالسنة بين الاعتقاد والعمل وأما الحدث المرسل فهو من أنواع الضعيف عند المحدثين وهو الذي سقط من سنده الصحابي وقد عمل به أحمد وإن كان يعتبره في مرتبة الضعيف لأنه يؤثر الفتوى بالأحاديث الضعيفة ومن بينها المرسل ويقدمها على القياس والاجتهاد بالرأي لأنه لا يلجأ للقياس إلا عند الضرورة القسوة ولكنه يقدم العمل بفتوى الصحابي على الحديث المرسل وهذا دليل على اعتباره من أقصى من الحديث الضعيف وأما أقوال الصحابة وفتاويهم فقد جعلها الإمام أحمد حجة تلي الأحاديث الصحيحة وقدمها على الحديث المرسل والضعيف وكان موقفه من فتاوى الصحابة على مرتبتين المرتبة الأولى يأخذ بقول الصحابة إذا لم يعرف خلافا بينهم أو إذا وجد فتوى لأحدهم ولم يوجد قول آخر ولا يسمي ذلك إجماعا أما المرتبة الثانية إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فوجد لهم عدة أقوال ففي هذه الحالة اختلفت الرواية عن أحمد فقيل إنه يعتبر أقوالهم جميعا فيكون في المسألة عنده قولان أو ثلاثة بحسب اختلاف أقوالهم لأنه كان يتحرج عن الإقدام برأيه أمام أقوالهم وقيل إنه كان يتخير من أقوالهم ما يجده أقرب إلى الكتاب والسنة ولكن لا يخرج عن أقوالهم فإن لم يأخذ منها بقول روى الخلاف عنهم ولم يرجح بعضها وتأتي مرتبة العمل بفتوى الصحابة عند الإمام أحمد بعد الكتاب والسنة الثابتة وكان أحمد يقدم العمل بفتوى الصحابي على الحديث المرسل والضعيف والحديث المرسل الذي تقدم عليه فتوى الصحابي عنده هو الذي يرسله التابعي ومن دونه وأما مرسل الصحابي فهو في قوة الحديث الصحيح عنده فيقدم على فتوى الصحابي وأما بالنسبة للإجماع إن الإمام أحمد يستبعد وجود الإجماع في غير الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كالإجماع على عدد الصلوات وأوقاتها والصوم وبعض المفترات والقصاص وغير ذلك مما علم من الدين بالضرورة ولذلك كان الإمام أحمد إذا أراد القول في مسألة لم يعرف فيها خلافا فإنه يقول لا أعلم فيها خلافا ولا يدعي الإجماع تورعا ولكن الإمام أحمد يقرر أن الإجماع حجا ولكنه كان ينفي دعوى العلم بوقوع الإجماع في المسائل الجزئية فكان يقول لا أعلم مخالفا والخلاصة إن الإمام أحمد يأخذ بإجماع الصحابة وإجماع العلماء على أصول الفرائض وأما الرأي إذا اشتهر وانتشر وكان لا يعلم لهم خالفا أخذ به ولم يدع فيه الإجماع ولكن يعتبره حجة دون الحديث الصحيح وفوق القياس وأما بالنسبة للقياس فقد عمل به الإمام أحمد وكان موقفه من القياس وسطا ولكن الإمام أحمد كان يميل إلى عدم التوسع في العمل به فلا يأخذ بها إلا عند الضرورة والظاهر أن الحنابلة كانوا يأخذون بالحكمة إلى جانب العلة في عملية استنباط الأحكام بواسطة القياس الأصولي وأما بالنسبة للاستصحاب فقد اتفق الأئمة الأربعة على العمل به إلا أن الحنابلة كانوا يكثرون من العمل به لعدم توسعهم في الأخذ بالقياس وباقي الأدلة المختلفة فيها وقد قرر علماء الأصول بأن أحمد بن حنبل وفقهاء الحنابلة يعتبرون المصالح أصلا من أصول الاستنباط وإن لم يذكره ابن القيم في أصول الاستنباط عند أحمد لأنه يرى دخوله في باب القياس ثالثا تلامذة الإمام أحمد أشهر تلامذة الإمام أحمد الذين رووا أو نقلوا المذهب أو دوانوه والذين تأثروا به كثيرا واحد صالح بن أحمد بن حنبل هو أكبر أولاده وقد اعتنى أحمد بتربيته وتعليمه فأخذ صالح الفقه والحديث على والده أحمد وعن غيره وقد نقل إلى الناس علم أبيه فقها وحديثا حتى نسب أليه رواية الفقه الحنبلي وقد كان توليه منصب الفقهاء عامل في تطبيق فقه أبيه ونشره توفي صالح سنة 366 للهجرة اثنان عبد الله بن أحمد بن حنبل ولد سنة 213 للهجرة وقد اعتنى بعلم الحديث وروا عن أبيه وعن غيره وكان يذاكر في الحديث أباه وهو الذي روى المسند وتممه عن أبيه وزاد فيه ما رأى من زيادة وتوفي عبد الله سنة 290 للهجرة ثلاثة أحمد بن محمد نهان أبو بكر الأثرم هو من أصحاب أحمد وتلاميذه أخذ عنه علوم الحديث والآثار وقد كان أخذ علوم الفقه قبل صحبته وكان مشهورا بالورع وقد روى عنه في الفقه وفي الحديث الكثير وكان مما روى عنه في مسائل الفقه أن المضمضة والاستنشاق ركنان في الوضوء وجواز المسح على العمامة توفي الأثرم سنة 260 للهجرة أربعة أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي كان من خواص تلاميذ أحمد وهو الذي غسله لما مات وهو الذي روى كتاب الورع لأحمد كان رجلا موثوقا عنده وقد عرف بالورع كشيخه وقد روى عنه مسائل كثيرة في الفقه كما روى عنه الحديث توفي سنة 275 للهجرة خمسة إبراهيم بن أسحاق الحربي كان زاهدا وعالما وصنف كتبا كثيرة منها دلائل النبوة وغريب الحديث وسجود القرآن وكتاب الحمام والمناسك وغير ذلك لازم أحمد وصحبه عشرين سنة فأخذ عنه ورع الحديث والفقه وكان أشبه أصحاب أحمد به ورعا وزهدا وكان عالما في اللغة توفي سنة 285 للهجرة ستة أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال يعود الفضل إليه في جمع فقه أحمد بن حنبل وحفظه ونشره فقد روى أبو بكر فتاوى أحمد بن حنبل وحفظه ونشره فقد روى أبو بكر فتاوى أحمد وأحاديثه وفقهه وجمعها وصنف فيها وعمل على نشرها وتدريسها وقد اتفق العلماء على أن أبا بكر الخلال هو الذي جمع أشتاة المسائل الفقهية المروية عن أحمد وكتبها ومن كتبه الجامع الكبير وهو الذي نقل به الفقه الحنبلي وقد توفي سنة 311 للهجرة وكان أبو القاسم الخرقي أحد الأئمة المذاهب الحنبلي ممن له الفضل في تلخيص ما جمعه أبو بكر الخلال والزيادة عليه في بعض الأحيان وكتابه مختصر الخرقي من أشهر الكتب في الفقه الحنبلي نقل فيه خلاصة ما جمعه الخلال وشرحه موفق الدين المقدسي وسمي شرحه كتاب المغني ويعد من أهم كتب المذهب الحنبلي والفقه المقارن العظيم والمعتمد لدى العلماء تم الانتهاء من التسجيل حتى الصفحة 165